وصل التضخم في مصر الطباط المستمر للشهر الخامس على التوالي بعد تراجعه إلى 25.7% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي مقارنة ب27.5% في شهر يوليو الماضي المزيد في التقرير التالي على الرغم من التوترات الجيوسياسية والتطورات المتلاحقة التي تموج بها المنطقة إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال متماسكاً وسط توقعة باستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بدعم وثقة المؤسسة الدولية وطيرة التضخم في مصر وصلت الطباط المستمر لشهر الخامس على التوالي بعد تراجعه إلى 25.7% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي مقارنة ب27.5% في شهر يوليو الماضي وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعلى أساس شهري تراجعت وطيرة ارتفاع أسار المستهلكين إلى 4.8% في شهر يوليو الماضي مقابل 1.6% في يونيو يأتي ذلك جنباً إلى جنب مع التوسع في حزم وتدبير جديدة للحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتخفيف العبئ عليهم ليس ذلك فحسب بل تراجع عجز الميزانية إلى 3.6% خلال العام المالي الماضي من النتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو كما تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة تلك المؤشرة الإيجابية تأتي في إطار برنامج الأصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة بقوة على مدار الفترات الماضية بالإضافة إلى الإجراءات الكبيرة التي أعلنتها الحكومة لتطوير ملف الصناعة ودعم الاستثمار وتسهيل جميع المعوقات التي تقف أمام المستثمرين فضلاً عن إجراءات دعم وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في عملية التنمية التي تجرى في القطاعات كفة ترجمة نانسي قنقر